اهلا من بحضراتكو وبشكركم جدا على التفاعل على الفيديو بتاع مبارح مهم ان احنا نعرف قوتنا وصلتنا الفين ونجحنا وصلنا الفين وقدينا شايفين دلوقتي سعبدو بيتقاقر وبيقع وزي ما قلنا من شهرين تلاتة هو خلاص كده كده خلصان لازم ان احنا كلنا دور يا اما مش احنا لو ما كاناش دور دلوقتي مش هيكلنا دور في اللي جاي على وده كان كلام اللي بقوله للناس من زمان واللي بقوله للناس دلوقتي انه عرف ان انت قوي وعرف ان انت قادر وعرف ان انت عندك التقل اللي يخليه خاف منك هو طول ما هو كان بيلسه على الخرزانة في الهواء والناس خايفة منه الكلام ده هو اللي سبب اللي احنا وصلنا له ان الناس بقيت خايفة من اي حاجة وهو بيتحرك براحته والخرزانات شغالة في الهواء تخوف اي حد يفكر اه غير في اللي هو عايزك تفكر فيه فخلاص الغمة تزاحت والناس فائت والناس عارفة هي عايزة ايه بالزبط واحنا عارفين ان الموضوع مش السيسي وخلاص لا ده نهاية الحكم العسكري بالكامل وان شاء الله حداشر حداشر هتبقى عيد رجوع الشعب للتوحد مرة تانية للاتحاد وان احنا نبقى كلنا بلد واحدة متقبلين اختلافاتنا وعارفين نعيش مع بعض من غير ما حد يقطع ويقسم ويستهدف ويموت ويسجن لان كله بقى ملطوش دلوقتي ومع فشل سعبده كلنا اللي كان الناس اخر ناس كانت فضلة خلاص اتزاحت عنهم الغمة فضل دلوقتي نوعين من البشر اجبن خلق الله اللي هم متشعبطين في رجل البنطلون او المنطلون على رأي امام حمود اه وفي ناس اللي هي اه يعني منتفعين بشكل مباشر هم دي الناس اللي فضلة مع الجبان والمنتفع او المعرعر او كده يعني فهم دول نوعيات الشخصيات اللي فضلة حواليه وفي كل الاحلال هي شخصيات غير فعالة وغير قادرة على المواجهة ولا تمثل اه اي نسبة بالنسبة لحجم الشعب اللي خلاص جاب اخره من ناحية عبدالفتاح السيسي بجمع طبقاته واختلافاته السياسية وثقافاته وكل ده وعشان كده ان شاء الله اللي احنا بنوعد به ان احنا هنفضل بنوعي بعض وننور لبعض الطريق علشان نوصل في المستقبل لدولة مدنية تساع المصريين كلهم بكل طوافهم وكل واحد يدري يش مستريح وننتهي من حكاية العكنان عليك في الراحة وفي الجاية او ان حد يمتهن كرامتك او ان ما يبقاش فيه في تناول الاخبار والحاجات دي كلها. فده بس عشان ايه اه تعرفوا ان يعني اتحرجوا على مبارح وشوفوا زي عبدالف بيلوقف الميكروفون حتى مش بس بيلوقف هدومه. ده خلاص ده حتى ما ما بقاش ملو الميكروفون. يعني حاجة بقى اللي هو ايه? واحد مسك ميكروفون كبير قوي قد كده وبيصاوصا. حاجة واحد صاحبي بعد ما قال لي اهل اللي قاعد يتكلم خمسين دقيقة لده فيلم قصير. بما تحمله الكلمة من معنايين طبعا. بحيك ناوي اه. المهمة عايز ابلغكم رسالة وصلت لي من ناس موصوق فيها جدا جدا جدا. وبتقول لكم ان في في الجيش ناس غير اللي يعني غير الناس اللي واحد بيتواصل معه كل حنومين وصفو الظباط والمجندين اللي قالوا لي يا شريف احنا يعني ما فيش مواجهات مع الناس احنا مش هنقفوش الناس في حاجة احنا زينا زي الناس وخلاص كله فيهم السيسي جوه الجيش وزي ما هو قلع بره قلع جوه والعملية بقت ايه سلبتي خلاص. فالعساكر والصفو الظباط الحلوين دول آآ شباب محترم ونس وطنية وزي الورد بس كانوا مغيبين وبيسمعوا الاوامر وموضوع غسل الدماغ في الجيش موضوع سهل ابقى احكي لكم عليه بعدين يعني مش هو ده مقصد موضوعنا لكن ان انا اقول لك حاجة واخش اقول لهم جوه في الوحدات حاجة تانية خلص آآ ونقول احنا بنضحك على المدالين برة لكن احنا هنا بنقول لكم الحقيقة ده اسهل حاجة تتعامل في الجيش. فبالاضافة لكده ان فيه عسكريين آآ داخل الخدمة وخارجها وزباط شرطة داخل الخدمة وخارجها وفيه كمان آآ نواب سابقين وناس محترمة وآآ وكله داخل معنا على الخط كله بيحط ستاكس خلاص كله داخل آآ كله داخل كله داخل كله داخل كله حطت رهانه على احداشر حداشر واحنا رهاننا عليكم ان انتو فوقتو وان انتو اقوية وان انتو عندوكم المقدرة ان احنا الجيل اللي يكتب لبلدنا تاريخ جديد وحقبة جديدة ودولة مدنية تسعى الكل فيها من الشفافية والحريات اللي يخليها مقصد للناس في المستقبل وهي عمر ما ببلد بتكبر بشعبة مكسورة اوعى حد يقول لك انتو ام تعاوز واحنا ما نقدرش واحنا فقر قوي ويطلع يقول لك الناحية التانية مصر تبقى قد الدنيا بمين بيك انتو امك يعني ولا بيك انتو ام محمود ولا يعني بيك انتو مين اللي مصر تبقى بتكسر شعب مئة مليون وتقول مصر تبقى قد الدنيا لا ده اصر ده اصر فايه فدي اه ده الجزء الاول ورسالة كنت حابب بقى اوصلها وكمان عايز اقول حداشر حداشر اه احنا عندنا ان شاء الله مطش الاهلي والزمار الجاي والجمعة الجاية والمطش هيتلاعب في الامارات فطبعا مش هيبقى فيه التشجيع اللي احنا الزخم اللي كنا مستنيين وللمطش ده غريبا لنهاء الكاس المصري يتلاعب في الامارات بس عادي ما علينا فيه فيه رسالة مهمة للشباب بتاعة الالترس الاهلي والزمالك والناس اللي هتتفرج في القهوي والمطشات والكلام ده كله انا كنت بتكلم مع ناس من اللي بتحشد وطلبوا مني ان اقول لكم ارجوكم ابعت لهم فيديوهات بعض المطش وانت بتنادي باي حاجة ضد السيسي يعني مش هنقول لك نادي بايه مش هنقول لك تقول ايه انت اعمل ندة من قلبك بتحضروا انت وصحابك ل 11 11 وصوروا فيديو من غير وششكوا وبعتوه للناس اللي حطالكوا ارقام بتستقبل الفيديوهات علشان ده تجربة مادة استجابة الناس عمل ازاي ومستنين يا رجالة ويا شباب مصر ان انتوا تعملوا ده التصرف الاول علشان نبين ان احنا مش بننفخ في قربة مقطوعة وان الحجد ماشي على الطريق الصح وبيزيد كل اللي بتعمل ده ده تجهيزات واحدة واحدة والدنيا ماشية ايه ان شاء الله في الاتجاه اللي احنا كلنا منتظرين هانت وبقوتنا وبإصرارنا وبتركزنا وبإيماننا بنفسنا قبل اي حاجة علشان تنجح في اي حاجة لازم تؤمن في قرارة نفسك ان انت قادر على الحاجة دي علشان اللي حواليك يؤمنه بيك عمرك ما تطلب من حد ان هو يؤمن بيك وانت غير مؤمن بنفسك او غير مؤمن بإمكانياتك زي ما قلتلكم المرة اللي فاتت وزي ما بقاللكم المرة دي انت قوي قوي كل الدنيا برا بتعمل حساب لشعوبها عشان ما فيش غضبة شعب يقف قدامها اي نظام واحنا ان شاء الله في مصر ده اللي احنا عايزينه لمستقبلك ان ما فيش حاجة اسمها مجلس الشعبي قرر لا في حاجة اسمها مجلس الشعب بيمثل الناس في مجلس الشعب الحكم المحلي رؤساء الاحياء وعمض القرى كل ده لازم يكون بالانتخاب عشان يوم حد يقل لأدبه على مواطن مصري ما تنتخبوش الانتخابات اللي بعدها وخلاص يبقى هو حاكم القرية او للمدينة حاكم فاشل غير قادر على حماية الشعب اللي هو المفروض بينتخبه يبقى ولاقه للشعب اللي انتخبه مش ولاقه للعين نخش بقى كده بسرعة عشان ايه عندي شوية كلام حلوين على سعبده ملك الاثار المصرية العين نفسه رئيش المجلس الاعلى للاثار وطبعا لا يغفع عليكم ان الاثار بتتباع وبتتقطع والانوار بتتقطع في المطارات والمتاحف وسبحان الله النور يتقطع من هنا والحاجة تختفي والنور يتقطع في المطار والحاجة تختفي وتلاقي الحاجة برة واحدة ظهرت في معرض في بلد غريبة عجيبة زي اللي حصل في امريكا كده من الاسبوع اللي فات وظهرت قضية الاثار المصرية على الساحة وده احنا هنجيلكوا فيها عشان بس اتعرفوا السيسي زي حواس بعد ما كانت سيخ باربعة وعشرين قضية في نيابة الاموال العامة كسب غير مشروعة محطوطة انهولد الغد دلوقتي لانه لسه بيشتغل عند المجلس العسكري هو اللي بيهرب لهم الاثار بر يعني تجارة الاثار اللي شغل بر النهار ده بقى بالاثباتات شوف بقى ايه اخرت عبدالفتاح السيسي اللي جي ركب على الاثار المصرية هو وطأم العصابة القيادات العرة المقاطف الرمم الانتان دواسات الجزم اللي في الدخلة والخارجة يعني يتدسع عليهم بقى وسخنا على جزمة طلع من عطفة في الجمالية هم دول اللي بيتجروا في الاثار المصرية الناس ما عنداش اي كرامة ولا ليها اصل ولا تفاهمش هم جايين يبيعوا البلد ويقطعوها وياخدوها كلها لحسابهم شبع من بعد جوع وشوية جربيع حاجة اوسخ من الوساخ اوسخ من الوساخ يا سيسي انت وكل اللي حواليك كلكو شوية جربيع وعرر واوسخ من المساخ بما فيه ومم محمود مش هيحواليك اوسخ من الوساخ وايالك اوسخ من اوسخ من الوساخ بس خلاص هانت مهم بقى النزاها فاندي حواس صاحب طاقة انديانا جونز اللي كان بيطلع في امريكا ايام ما كان رئيس المجلس الاعلى للاثار ولا مش عارف وزارة الاثار ولا ايه وكان كل شوية يطلع ويتكلم في التلفزيون وطبعا عايز اقول لكم واحط لكم لينك الموضوع ده ان حصل فتح لموضوع الرشاوي اللي كان بياخدها من عشان يفتح لهم المواقع اللي غير مسموح فيها بالتصوير للمصريين او حتى تدخل المصريين فيها ان الاثار تبقى بتاعتك وعندك وزارة فاندي حواسي حط عليها افك يجيب الامريكان يكيشوه تمام ويتفرجوا على الحاجة اللي انت مش من حقك تتفرج عليها ويسجلوها وتبقى صب صحفي بالرشاوي لدرجة ان اللي كان حيتعين في 2011 متحدث رسمي للبيت لبيض اللي هو اسمه هقول لك عليها حاجة جرسية هقول لك عليها يعني مناصلك هتبلوك شوية معلومة منولوك شوية حاجات هنا الناس بتحبك سيزاهي تلاتين الف موظف وصلت الاثار نفسك نفسه ويشوفك قصر فأصلا زي حواس فضحته بترجع لسنة تسعة وسبعين اول مرة اتمسك بيهرب اثار كانت شوية عملات رومانية كده واخدها معايا امريكا علشان ايه يبقشش به على الدكتور اللي مسكره صارت الدكتوراه ربنا يكرمه واتقابض عليه في المطار واتمسكت الحاجة وعشان يسلكوه مستقبله ما يدعش والكلام اللي هو الفلالي اللي احنا عارفينه ده وده لسه شاب صغير بقى والكلام ده تسعة وسبعين بقى تسعة وسبعين ازاها حلامة عارة يا جربوها يا نيتن اخي بخليه ويصوروك في وانت في السجن برضه المهم ايه قال لك عملوا لعبة كده وجي واحد قيم العملات وقال لك لا دي مش عملات حقيقية وبتاع وعدوه المطار وراح امريكا عشان يعمل طبعا هو ماشي معا اللي هو مسك دلوقتي كان قابلي لا سواني بس هقول لكو دلوقتي هقول لكو دلوقتي في بقى واحد دلوقتي اللي هو مسك امين عامل المجلس الاعلى الاثار ده اسمه مصطفى الوزيري مصطفى الوزيري ده بقى ايه ده الزوزو بتاع آآ آآ زهي حواس اما كان لسه فيه نفس كان ده اللي بيجيب له الستات على ستات الدرجة التالتة مش درجة تانية يا الله درجة اولى كان بيجيبهم على فندق في لقصر اقول لكو اسمه ايه هنا هو مكتوب كلها كل شيء مكتوب زه فندي يا كلب عبدالفتاح بعد كل اللي انا بحكي لكو ده بقى مصايب زهي حواس واللي هو بيعمله العبدالفتاح السيسي آآ في مطق في فندق اسمه الوينتر بالاس ده اللي هو كان بيجيب له فيه العاملات العاملات العمائل في وينتر بالاس كل ده طبعا بعلم السيسي وهو عارف وساخته حتى في الحاجات اللي هي اللي فيها الاصار بتلاقي زي حواس قاعد وراف صفين وكده راجل ريكو جنايز ده يعني برضو من الاوساخ التقايل برغم ان هو ممسوك عليه اربعة وعشرين قضية تربح آآ يعني تربح غير مشروع وفي نيابة الاموال العامة يعني اسأله الراجل بتاع نيابة الاموال العامة هل عند حضرتك قضية اللي زي حواس هيقول لك عند اربعة وعشرين اجيب لك اني فيهم آآ اسمه تيري جارسية تيري جارسية ده بقى ده اللي كان بيقبج المعلم زي وكان المفروض ان هو بقى راجل بقى علم في الاصار والحاجات دي وكان المفروض ان هو حيبقى بتاع طبعا ايه لما الموضوع اتفضح وهبقى احطي لكم اللينك بتاع الفضيحة في وصف بتاع الفيديو علشان تعرفوا الناس اللي واسخة دي شغالة ازاي ده وبيقول علي ايه الزنبيل عشان ده كان طلع كومبارس مع رامس جلال في الفين واثناشر لما كانوا بيروح يعملوا الناس بقى يحطوا لها فرعنة وتوابيت وحاجات كده فكان الزنبيل بقى اللي بيقفل على الناس كان هو الراجل ده مصطفى وزيري ده كان كومبارس مع رامس جلال في برنامج كوميدي في رمضان حاجة عرر بيجيبوا عرر هيجيبوا مين يعني نقاوت السيسي ونقاوت زي زفت حواس وكل المناظر اللي تعبانة دي فالموضوع الاثار اللي اتمسك في امريكا بقى اسبوع اللي فات الف ومتين وخمسين قطعة الف ومتين وخمسين قطعة دول كلهم من الحاجات من الحفاير اللي زي حواس ومصطفى الوزيري مطلعينها من سقار طيب هي راحت فين راحت المجلس العسكري قيادات منه وحطت عليها وقالوا لهم ايه الحاجة دي تطلع على امريكا واحنا نعملها بقى من هناك الموضوع ده لما تقفش وهما بيحاولوا يلموه بيحاولوا يلموه لبقى عشان ايه علشان لو العصام شهاب ده اللي هو المتهم في الموضوع ده لو اتكلم هيجيب بقى وزيري وهيجيب زاهي فهما بيحاولوا يلموه الموضوع علشان ايه الفضايا ما تطلعش وبيقولوا يعني للمجلس العسكري ان الرواجل ده فضل محطوط عليه هيجيب اسم زاهي حواس والتاني ده اللي هو الزنبيل ده مصطفى الوزيري ودول لو احنا روحنا هنضطر ان احنا نتكلم ولو تكلمنا هيبقى فيه اسامي من الناس المجلس العسكري فاحنا كده هننشوف مع بعض كده ونسمع المجلس العسكري هل هيضحي بزاهي حواس ويدخلوا السجم ولا هيضحي بيه ويعمل عليه الشربة طبعا مش عايز اكلمكم بقى على موضوع بقى بانك اسكندرية وانتيزا سان باولو الايطالي اللي هو اللي استحوز على بانك اسكندرية ده وعلاقتهم الجميلة بالأثار المصرية بص يعني ايه ده حاجة كده على المشي وبعدين وبعدين فيه فيه خدمة كمان الزنبي اللي بيعملها اللي برضو كل ده بعلم السيسي يعني كل اللي انا بحكي لك عليه ده ده هو ده الرجل بتاع السيسي اللي في الأثار يعني ده الزوزو بتاع السيسي لما السيسي يجي يركب على الأثار وعين نفسه رئيس المجلس الأعلى للأثار وجاب الجربوع ده عمله الأمين العام للأثار ده سوابع السيسي ومحمود والمجلس العسكري هو وزاهي حواس في سرقة الأثار وتحولها للخارج وبيعها وتخلص الفلوس والكلام ده مقابل ان هم فتحلهم الطريق لحاجات كتير وده طبعا من ضمنها شركة اسمها هبقى حطلكم برضو اللينك بتاعها في الفيديو ده بقى خدمة كده السيسي ايه ميسرها للأجانب الVIP علشان يجوا سياحة من أمريكا يخشوا أماكن سياحية مش مسموح لحضرتك ان انت تخشها ولا تشوفها ولا جزمتك تدوس على رملتها دي معمولة للأجانب بس اللي بيدفعوا كتير قوي بس علشان يجوا يتفرجوا على الحاجات الأثار المصرية بتاعتنا وانت مصري يعني تخيل مثلا أمريكا تعمل مدحف واشنطن دي سي وتقفله وتلاقي بقى ايه اللي مسك المدحف ده هو اللي مع المفتاح وبيدخلش إلا الزبون مثلا السعودي ده ما بيجيبش السياح من السعودية الخلايجة بقى فهم رز بقى في الجيوب والكلام ده طلعوا الرز بنجيبهم ويقوموا معدين ودخلين المتحف الأمريكي ويتمنى على المواطن الأمريكي ان هو يخش يستنطع طبعا مش عايزة أقولكم يعني متاحف كتير جدا 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 هي اللي تخشها أصلا من غير أي فلوس وما فيش حاجة اسمها متحف يتمانى على أهل البلد ويتفتح للأجانب بس ده ما يحصلش إلا في بلد حاكمها إيه عرص فرئيس خطاع التمويل بقى هو اللي مسكينه في الموضوع ده حسين الرفاعي علشان هو ده اللي إيه اللي بيحاولوا يرمي مبوي القضية فاحنا دلوقتي قدامنا عبدالفتاح السيسي مدورها في الأسار بالأسامي بتاعت الناس اللي بتدورها لكم بقضايا بويب سايتس بإثباتات من عبدالفتاح السيسي للأشكال الوسخة دي ويكفي يكفي قد إيه هو سرق قصار من سنة تسعة وسبعين لحد ألفين اتنين وعشرين وما أخدش يوم واحد سجن علشان تعرف أنه هو ده اللي مدور القصار من قدام هو ده الفرانت مان هو ده اللي بيخلص ده بقى اللي عارف الناس اللي بتشتري والناس اللي بتحب الانتاكوريز بقى وبيحب وعارفين بقى الراجل عارفينه من البابليكيشن والكلام ده مو من يناسيت أقول لك سكيز مي سنت يناسى أقول لحضرتك ان ان مو من يخش على الصفحة بتاعتها هتلاقي المقطة في الزنبيل دا اللي هو آآ مين عامل المجلس الأعلى للأثار ده هتلاقيه هو بيعمل دعاية لشركة السياحة الأمريكية يعني رئيس المجلس الأعلى للأثار المين اللي عامل مجلس الأعلى للأثار مين عام المجلس الأعلى للأثار كل حاجة أعلى عندهم على مواطية. اي حاجة عندهم يقول لك اعلى عشان ما تتكلمش فيه. فامين عام المجلس الاعلى للاثار? بيطلع في اعلانات شركة سياحية بتعلن علانية وهو موظف في الحكومة المصرية بتعلن علانية ان هو ليهم رحلات خاصة ما حدش بيخول. على اساس يعني ايه? النمو هي اللي البلكونة دي على البحر. فهو ما بيدخلش حد غير الناس اللي على مزاجه. مش دي اثار بلدنا. عشان كده بقول لك. انت ليك ايمة? ما تخليش اشكال وزخة زي دي تقلي من امتك? انت ليك ايمة? وتقيل قوي. وبيخافوا منك جدا. اول معينك بتفتح. ويزقين عليك الناس كلها عشان يغيبوك من قوله جديد. انا بقول لك او يا عام روح اتفرج على العمر قديم ولا احمد موسى? الايام اللي فاتت. اصابهم الجنون. اصابهم الهلع. ليه? لان عارفين سعبدو هيكفي بدي مين? وهم هيكفي كيف 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 وبقى بالشمال. يعني بقى من ناس كتير قوي. فيه ناس كتير قوي مستنية الناس دي. مستنية اليوم بتاعهم. ويوم هم قرب. يوكو قرب. هبايب. وسعبدو العرق جربوع. هو امراته اللي عمالين رميين اه اثار مصرية ايمين وشمال في الاصول والمكاتب بتاعتهم كما لو كانوا يعني ايه اه يعني هما فرعنا واحنا ايه? واحنا ايه? عبيد بقى الفرعنا? اه وديكو شايفينه كل شوية يطلع يخش يعني داخل امبارح بتتكلم على فشل اقتصادي. داخل عملي داخلة هوليوودية. انت يا ابن يعني انت يا مقطف يا حلوف يا عر يا جربوع يا نتن يا واطي يا واطي يا بيئة يا فاشل يا جاهل يا حرامي الاثار انت بتعمل لنفسك دخلة امبراطورية علشان تخش ببلغ الشعب ان انت فاشل وجاهل وجربوع وان حتى اقرب الدول اللي كانت بتسندك شايف انك ملقش قمة يا مقطف وتقول مصر شايفين ان ان الدولة غير قادرة على النهود انهي دولة هم شايفين مقطف غير قادر على الفهم جاهل حلوف جربوع ولا بيفهم فيها الشعب المصري اوي خلاص عارف امته وعارف امتك يا جربوع يا واطي يا خايل يا عميل انت باعت النيل وباعت القصار وباعت الدنيا كلها انت انت ايه والعلي اللي كانوا في الشارع راحوا فين انت قطعت الناس وباعتهم قطع غير كل حاجة هتتحسب عليه وتاني تحذير تاني لقياطات الكيش انا وقدامي الشعب المصري هنور له الطريق يا عرر يا او ساخ لو فقد ذكر فيكو يركبوا طيارة يقول له سايزة اقدم واحد واقف على الارض هيشيل الشيلة انا بوعدك من دلوقتي انا مش احبال ولا بداع وقتي ولا بداع وقتك خلاص الشعب فاء وهيسمع الكلام وعارفين نضرب فين ونجيب ايه مش هنضرب يعني هنخرب حاجة لا 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 عارفين نضرب فين عارفين نوقعكو ازاي لان انت خلاص وقعتوا انت خلاص وقعتوا بس فضل الاكشن الاخراني انتو حتى غير قادرين على السيطرة على الجيش بتاعكم يوم هتنزلوه الشارع حينضم للشعب خلاص فوقناه فوقناهم كلهم خلصت التغيبة بتاعت السبعين سنة دي ويا شعب مصر انتو اقوى بكتير الله ينور كملوا واستمروا واحنا بننور لكم الطريق ودينا جايب لكم القضية بتاعت الوسخ والعمل بتوعبتوا على القصار هو والمجلس العسكري اللي زي ما بيسرقوا دهبنا وبيبعوها برة بيسرقوا قصارنا ويبعوها برة ومشغلين الايه الرمم دي هم دول اللي في النص اللي بياخدوا الحاجة يبعوها ويسوقوها برة ودينا بنفضحهم وبقول لكم بالتحدي انه عليه اربعة وعشرين قضية كسب غير مشروع في النيابة الاموال العامة وزي حواس بيطلع في التلفزيونات عادي وبيتقابل في امريكا وبيروحوا يسافر ويرجعوا ولا كأن عليه اي حاجة عشان سي عبدو هو اللي حميد جدع يا سي عبدو شكرا لحضركوا واتمنى لكم آآ يوم سعيد ترجمة نانسي قنقر